اشتركوا في القناة الأنشطة البحرية كانت ممكنة بكافة سواحل بما في ذلك كسبحة مع تسجيل تراجع تفيف في درجات الحرارة اليوم الحرارة القصوى كانت من بين 30 إلى 35 درجة بالمناطق السحلية بتونس العاصمة السجنة 34 وكانت أعلى نسبيا داخل البلاد وانتراحت الأرقام من بين 35 إلى 39 درجة هدوء يأكد هنا تسلسل صور القمر الاصطناعي السماء اليوم الكاتب وغشات بسحب قريلة في أغلب مناطق البلاد وانتوقع تواصل نفس المواشرات اليلة وممكن تكون سحب أكثر كثافة بولايات الوسطة الغربي فيما يخص درجات حرارة ليلا فمن المنتظر بشتراح الأرقام بين 21 إلى 26 درجة وممكن توصل محليا إلى 28 بمناطق الجنوب يوم الغد إن شاء الله بش نبقى معنين بتواصل درجات الحرارة في نفس المستويات لميزة تقس اليوم وهي تعتبر الأرقام والمعدات العادية العشرية الأخيرة لشهر جوليا تقريبا ريح بشكون في أغلبها ضعيفة إلى معتدلاء ومازلنا معنين بتواصل هدوء واعتدال أغلب عناصر تقس قراءة سيرة على درجات الحرارة والمنتظر اليوم الغد وانتوقع تزيل 34 في تونس العاصمة 35 في جيلة وتنقبلي 33 في بنزرة 37 في زغوان في مناتق شمال الغربي من المنتظر تزيل 38 درجة في باجة 39 في جندوبة 37 بسليانة وأيضا بالكف في منات قلصات 33 بتالة على بالقيروان 38 بجيلة الساحل بسوسة وبالمناستير 33 أقل بدرجة بالمهدية بعاصمة الجنوب السفاقس وقرقنا 35 أعلى بسليبوزيت وانتوص الحرارة القصوى المستوى 36 34 في القسرين في مناتق الجنوب الغربي نتوقع تزيل 36 درجة في قبس 39 في تونزرة 38 في جولي في جابس 35 وببقية مناطق الجنوب الشرقي البلاد بجزيرة جربا نتوقع تزيل 32 35 في مدين 36 بتتوين وبرمادة بالنسبة للملاحة وسائل البحري بسواحلنا الشمالية ريح في أغلبها الشرقية إلى الشمالية الشرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة وتصل موقعا إلى حدود العشرين في فترة ما بعد ظهر بخليج تونس وبحري يكون قليل الاضطراب بسواحل الشمالية للبلاد بخليج حمامات وبجية التساحل ريح من قطاع الشمالي سرعتها من 5 إلى 15 عقدة وتتقوى فعليتها بعد ظهر تكون من 15 إلى 20 عقدة البحري يكون قليل الاضطراب في مضطرب وبمنطقة الشابة ريح في أغلبها غربية سرعتها لتتجاوز 15 عقدة البحري يكون قليل الاضطراب وتكون من قطاع الشرقي بخليج جابس سرعتها من 5 إلى 15 عقدة البحر يكون قليل الاطلاب وسباحة تكون ممكنة بكافة شواطة مع ملازمة الحذر في فترة ما بعد دور جنوب جيدة القبلي شواطة أسوس المنسير وممكن حتى شمال ولاية المهدية كالعادة مدوكم فكرة حال حالة تقص ببعض المدن والعواصم الأجنبية بين وكشة 33 درجة 27 بالمغرب الأقصى سماء صافية بلزير 33 تقص في بيترابلوس 32 درجة حرارة توصل إلى مستوى 40 في الخرطوم تقص عمتان قليل سحب 38 في القهرة حرارة تتجاوز مستوى 40 في المدينة منورة في مكة المكرمة 37 بالدوحة 41 في أبوذبي بعض سحب بمسكة 35 حرارة تكون مرتفعة بالكويت وبغداد تقريبا 46 درجة 38 في دمسك 31 ببيروت بالقدس الشريف بإسطنبول أجواء موسمسة 30 درجة وبأوروبا نتوقع بشتوس الحرقص والمستوى 36 في روما بعض سحب بيفيانا ببرلين سماء صافية بامستردام بريكسيل وبريزة 38 درجة 32 في مرسيليا حرارة نسبيا مرتفعة ب مدريت 39 وأقل بلشبونة 30 تطور الأضاء الجوي خلال الفترات القادمة بداية من يوم الأربع بش نكونوا معانين بارتفاع تفيف وتدريجي في درجات الحرارة تقريبا الأرقام بش تكون بالمناطق السحلية الشرقية من بين 31 إلى 36 درجة وأعلى داخل البلاد وممكن توصل محالين إلى مستوى 40 درجة أجواء صافر قليل تصحب في أغلب الجهات ومازالنا معانين بتواصل تدفق التائرات الهوائية الشرقية لتكون ضعيفة لموطة للبحر يكون قليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية يوم الأرب وسباحة تكون ممكن بكافة شواطئ إنما يوم الخميس نتوقع نشاط مرتقب الرياح في فترة ما بعد ظهر تبعا لذلك البحر يكون قليل الاضطراب مضطرب وسباحة تكون ممكن مع ملازمة الحذر في فترة ما بعد ظهر معيدة شروق والغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في ساعة 5 و 17 دقيقة غروب وفي ساعة 7 و 34 دقيقة لمزيد من المعلومات والرشادات نذكروكم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني لرسل الجوي موقع الويب تروا دوبلو فيب وميتيو بونتين تبعثوا رساليات قصيرة ولا تصلوا برقم الموزع الصوتي 8840 أربع أسفار أوقات السالة اليوم الغد سالة صبح بداية من ثلاثة و 32 دقيقة ظهر من تصف نهر و 33 دقيقة سالة العصر في الساعة رابعة و 16 دقيقة سالة المغرب بإذن الله يكون في الساعة السابعة و 36 دقيقة وسالة العشاء بإذن الله في الساعة 9 و 19 دقيقة شكرا على حسن متابعة الاتمام وبداية أسبوع موافقة للجميع اشتركوا في القناة